اعلنت اثيوبيا توقيع اتفاقية تنفيذ سد جديد بكلفة عادل نحو 76 مليون دولار وقالت وكالة الانباء الاثيوبية التي نشرت الخبر ان المؤسسة الاثيوبية لأعمال البناء تم تكليفها بانشاء مشروع سد كازا والذي يتوقع الانتهاء منه في خلال اربع سنوات يأتي ذلك بعد ايام من تقدم مصر بخطاب لمجلسي الامن الدولي حول مسئولية اثيوبيا عن تعطر مفاوضات سد النهضة وانضم الينا من الدوحة ياسر كمال الغرباوي مدير مركز التنوع لفضي النزاعات اهلا بك معايا استاذ ياسر وخلينا نتكلم عن توقيت هذا الاعلان يعني اعلان اثيوبيا عن هذا السد يأتي بعد تعطر مفاوضات بين مصر واثيوبيا ويأتي ايضا بعد ارسال مصر خطاب الى مجلس الامن ايه تقييمك لهذا التوقيت تقييم لهذا التوقيت انه يعني يبدو انه رد فعل على تحرك مصر المؤثر في الساحة الافريقية ثم الان الاخير كان تقديم رسالة الى مجلس الامن وايضا حصل تحول استراتيجي في انحياز السودان لموقف المصري فيعني يبدو لي انه وسيلة وسيلة للضغط اعلاميا يعني اثيوبية للضغط اشتركوا في القناة